موسيقى قوات المشتركة تحبط مجددا تحركات حوثية تشكل تهديدا للملاحة الدولية في البحر الأحمر بعد تسع سنوات من الحرب وفد حوثي لرفقة وسطاء عمانيين في السعودية التشاور بشأن استئناف المفاوضات ميناء الحديدة يحاقق نموا بنسبة 53% فيما مناطق سيطرة الميليشيا الأشد الواحدة بتوقيت العاصمة صنعاء أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم دمرت القوات المشتركة أهدافا ثامثة وأخرى متحركة لميليشيا الحوثي في الشريط الساحلي لمديرية التحيط جنوب الحديدة أفاد الإعلام العسكري أن المحلات المرابطة من القوات المشتركة في محور الحديدة رصدت حركات جديدة ومكثفة من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا في ساحل منطقة الجبلية وشمال منطقة الحيمة ضمن مخططاتها لتهديد الملاحة الدولية عرض البحر الأحمر وسرعان ما تم التعامل معها بحزم مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في الأهداف المستحدثة ثابتة ومتحركة كما أكد إجبار عناصر ما تسمى البحرية الحوثية على الفرار بين المزارع الكثيفة التي حرمت الميليشيا ملاكها منها وحولتها أنفاقا وثقنات عسكرية وفي الجوف اندلعت اشتباكات عنيفة بين قيادي حوثي وأفراد نقطة تفتيش تابعة لدات الميليشيا أسفرت عن خسائر مادية وبشرية يأتي ذلك في إطار سراعات النفوذ والسيطرة لأجنحة الميليشيا الحوثية وأكدت مصادر قبليات لأكالة خبر أن الاشتباكات دارت بين القيادي خالد حامس ذيل المكنى أبو رضوان ومرافقيه من جهة وبين أفراد نقطة تفتيش في منطقة مريخ العقدة بمديرية الزاهر غرب المحافظة من جهة أخرى وأفاد أن الاشتباكات اندلعت إثرى رفض القيادي أبو رضوان الوقوفة في النقطة وإخضاعها للتفتيش يتجاوزها متحديا أفرادها ما أدى إلى انفجار الوضع بين الطرفين وتبادل إطلاق نار عنيف أسفر عن إصابة القيادي أبو رضوان واحتراق سيارته وسقوط جرحا آخرين من الطرفين غادر وفد حوثي برفقة وفد عماني من العاصمة صنعاء إلى الرياض حاملا حزمة من المقترحات التي تم نقاشها في مسقط بشأن المفاوضات التي عرقلت الميليشيا انعقادها منذ بداية الحرب فيما الحكومة الشرعية المغيبة أعلنت ترحيبها بانعقادها رغم استبعادها من الحضور والمشاركة فيها بعد تسع سنوات من الحرب الطاهنة التي أشعلتها ميليشيا الحوثي ودمرت الحرث والناسل ها هي ترضخ مرغومة للدخول في مفاوضات مباشرة مع من تسميه رأس دول العدوان رغم أنها كانت تتهم من كانوا يطالبوا بالمفاوضات المباشرة مع السعودية بالمرتزقة والعملاء حتى أتاها الدور في الذهب إلى الرياض تحت تصريحات جوفة لم تعد تنطلع على الشارع اليمني الذي عرف حقيقتها ماذا لو ذهب الحوثي إلى مفاوضات باكرا سؤال فضح حالة التعلط التي كانت تعتري هذه الميليشيا خلال السنوات السابقة التي تدعو إلى التحشيد والتعبية العامة وعدم الرضوخ إلى دعوات السلام لإنهاء الحرب التي دمرت الدولة وكل مقومات الحياة وأدخلت اليمن لأن يكون أسوأ بلد من حيث المجاعة والفقرة وسجلت أعلى أرقام كبيرة في أعداد الضحايا والجرحة وكانت زيارة الوفد السعودي إلى صنع في إبريد والتقارب الأخير بين الرياضي وطهران أن عشت الآمال بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن إلا أن الميليشيا منذ ذلك استمرت في تصعيد خروقتها وانتهاكتها على الأرض وخطابها الإعلامي بالتلويح بالعودة إلى الحرب الزيارة واعتبرها مراقبون أشبه بنقل العلاقة بين الحوثيين والسعودية من الغرف الخلفية إلى صالة المنزل أي شرعنتها ومنحها دفعا إضافيا للتلاعب بورقة سياسية جديدة أما على الصعيد السياسي فهي خطوة متقدمة لإنهاء الدور المباشر للسعودية في اليمن وإقرار الحوثيين بدورها كوسيط إلى جانب كونها أحد أطراف النزاع ذهب الوفد الحوثي إلى الرياض في وقت لا يزال يهدد بالتصعيد في حال فشل التواصل إلى التسوية حسب تصريحات القيادات الحوثية في وقت لا يزال يرفض صرف مرتبات الموظفين في مناطق سطوته بعد أن فتح ميناء الحديدة على مصرعه أمام السفن التجارية من مختلف دول العالم الأجندة المعلنة للزيارة الحوثية إلى الرياض التي صرح بها رئيس وفدها ستبحث قضايا صرف مرتبات الموظفين وفتح المطارات والمواني والإفراج عن كافة الأسرى والمحتقلين فيما كانت الخارجية السعودية أعلنت بأنه تمت دعوة للوفد الحوثي من صنعاء لزيارة الرياض في يطار السمراء لجهود التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن الحكومة الشرعية المغلوبة على أمرها والمغيبة عن هذه المفاوضات وكأن الأمر لا يعنيها أضطرت للترحيب بالجهود السعودية العمانية والمساعة الأمومية والدولية الهادفة لدفع الميليشيا الحوثية نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني مجددا استمرار نهج المنفتاح على كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل بما يضمن إنهاء الانقلاب والسعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن ناشد جرح الحرب في جمهورية مصر العربية رئيس مجلس القيادة الرئاسي والجهات المعنية في وزارة الدفاع بإصدار توجيهات صريحة للمعنيين باستكمال علاجهم في مصر وذلك بعد صدور تعميم مفاجئ بععادتهم إلى اليمن معاناة أخرى تضاف إلى أوجاع جرح الحرب خارج الوطن حيث عمدت وزارة الدفاع ممثلة باللجنة الطبية العسكرية إلى توجيه انذار لهم بمغادرة مصر قبل نهاية شهر ديسمبر 2023 وأعرب العشرات من الجرحة عن استياءهم من توقف علاجهم ومساعي إرجاعهم إلى اليمن في هذا التوقيت الحرج دون استكمال العلاج مما يعرضهم لانتكاسة صحية ونفسية منهم لا زال مركز في العناية المركزة ومنهم لا زال في العلاج الطبيعي ومنهم لا زالت جروحهم مفتوحة منهم لا زال معهم عمليات وعودات بعد يومين ثلاثة أيام أسابيع ومن بعض الجرحة لا زال تحت العلاج وأكد الجرحة في بيان بهذا الشأن أنهم لا يزالون بحاجة ماسة للاستمرار في العلاج حيث أن البعض منهم لا يزال يعاني من جروح خطيرة في العناية المركزة وأخرون يتلقون العلاج الطبيعي والبعض الآخر لا يزال يحتاج إلى جراحات مفتوحة وقد حمل الجرحة وزارة الدفاع واللجنة الطبية تبعت قرارهم بإعادة الجرحة ممن لم يستكملوا علاجهم إلى الوطن وتعريض حياتهم للموت أو لإعاقة الدائمة ونحق لهم المسؤولية الكاملة لما تبقى أنا من علاج لنا من هو مركز بالعناية والآخر مركز في مركز العلاج الطبيعي والآخر لديهم جراحهم المفتوحة والمثيبة ونقول لهم تتقوا الله والله إنكم محاسبين بما قصرتم في حكنا نحن الجرحة لحيث ونحن استمرار الجميع والجمهوري اليمنية فلا نام ترحل الجبناء وكانت اللجنة الطبية الخاصة بالجرحة في مارب أصدرت تعميما لممثليها في القاهرة باستكمال كافة الإجراءات المرتبطة بالجرحة وعودة العاملين باللجنة إلى الداخل واعتبرت اللجنة الطبية أن المبلغ الأخير المرسل للجنة سيكون آخر مبلغ تستلمه اللجنة الطبية في مصر الجدير بالذكر أن العديد من جرح الحرب قد تعرضوا لانتكاسات صحية ونفسية بفعل عدم الاهتمام بوضعهم خلال الفترات الماضية وشهدت العديد من المناطق وقافات احتجاجية سابقة للتنديد بالقرارات التي تتخذها اللجنة الطبية تجاههم في ظل استمرار تقديم الحكومة الشرعية والأمم المتحدة التسهيلات والتنازلات لصالح الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تحت مبررات تعزيز جهود السلام وإنهاء الحرب يشهد ميناء الحديدة تناميا في النشاط التجاري منذ مطلع العام 2023 حيث زادت نسبة النمو 53% عن العام 2022 منذ مطلع العام 2023 وميناء الحديدة الخاضع لصطوة الميليشيا يحقق تناميا ملحوظا في النشاط التجاري غير أن مناطق صطوتها شاهدة على أكبر مآسي الفقر والفاقة التي تسببت فيها الميليشيا منذ اندلاع الحرب قبل تسع سنوات وعلى الجانب الآخر يرى مراقبون استمرار السكون الحكومي المكتف بالمراقبة والصمت وتقديم التنازلات تلو التنازلات في أغلب المفاوضات تحت مبرر تعزيز جهود السلام مؤسسة موانئ البحر الأحمر في الحديدة الخاضعة لصطوة الميليشيا قالت بأن ميناء الحديدة سجل نموا كبيرا في نشاطه التجاري خلال العام الجاري وإن نسبة النمو وصلت إلى 52% عن العام 2022 وأوضحت أن عدد السفن التجارية الواصلة إلى الميناء خلال العام الجاري ارتفع بنسبة 75% عن العام الماضي حركة تجارية متنامية لم تؤثر على حياة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا قيداء مله بل على العكس تواصل جماعة الموت فرض الجبايات على المواطنين وتتعمد حرمان الموظفين من مرتباتهم إضافة إلى فرض ضرائب باهظة على التجار خلال الأيام الماضية هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أحد الفروع التابعة للبحرية الملكية البريطانية كانت قد كشفت عن أسباب التنامي المتواصل للحركة التجارية في ميناء الحديدة في إشارة إلى تواطئ أممي بالوقوف وراء تغيير مسار الكثير من السفن القريبة من ميناء عدن صوب ميناء الحديدة محذرة من وجود كيان ينتحل صفة أممية للتفتيش ويعمل على توجيه السفن التجارية نحو الحديدة على ثلاثة محاورة تبرز تحذيرات دولية من ارتفاع حركة التجارة في ميناء الحديدة الواقع تحت السطوة الحوثية وذلك على حساب ميناء عدن فمن جانب تراجهات دولية أن هناك تواطئا أمميا لتحويل أغلب السفن وحركة التجارة إلى ميناء الحديدة فيما على الجانب الآخر تغرق الحكومة الشرعية في صمتها المطبق دون أي تحركات حقيقية تحد من هذا الأمر فيما جانب ثالث يظهر في حرب الميليشيا الاقتصادية التي وجهت سهامها صوب رؤوس الأموال والتجار والمستوردين في مناطق سطوتها مجبرة إياهم على استيراد بضائعهم فقط عبر ميناء الحديدة وفي ملف صرف المرتبات عبر البنوك أكدت وزارة المالية بأن إجراءات صرفها ستكون عبر البنوك المؤهلة وإن مثل هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من الإصلاحات الشاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية ومحاربة الفساد تحويل الحكومة بصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطارتها عبر البنوك التجارية والإسلامية أثار احتجاجة الموظفين في أكثر من جهة والذين عبروا عن رفضهم لهذه الخطوة بدون مبررات واضحة لهذا الرفض الحكومة خرجت في تصريح عبر مصدر مسؤول أكدت أن قرار وزارة المالية بصرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداء من شهر غسطس الماضي كان بمثابة إجراء تصحيحي اقتضته المصحة العامة وأليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وبحسب المصدر الحكومي فإن الحكومة في إطار التزاماتها بإجراء إصلاحات اقتصادية لضمان استمرار دعم الأشقاء خاصة ما يتعلق منها في الجانب المالية والإدارية اتخذت هذا القرار بهدف محاربة الفساد في مؤسسات الدولة والإسهام في استقرار وتحسين الأوضاع العامة ولا سيما الاقتصادية والخدمية والمعيشية التبرير الحكومي جاء بعد أسابيع من الرفض الواسع من قبل الموظفين وتفشي شائعات من أن القرار الحكومي جاء في إطار تحويل مرتبات الموظفين من البند الأول للموازنة العامة للدولة إلى الباب الرابع وهو ما نفته الحكومة بشكل قاطع من جانبها عبرت بعض الأطر التنظيمية لاتحاد عمال اليمن على ضرورة تنظيم الجانب المالي والإداري والابتعاد عن رواتب الموظفين وعدم المساس بها بأي حل من الأحوال وأنها خط أحمر مطالبة الحكومة باتباع الشفافية والمصداقية فيما يتعلق بمطالب العاملين الحقوقية ويؤكد مراقبون أن احتجاجات الموظفين جاءت تخوفا من تردي الخدمات المقدمة عبر البنوك والصرفين في ظل عدم كفاية فروع البنوك أو بعدها من أماكن إقامة الموظفين ومقرات أعمالهم وإجراءاتهم البريقراطية إضافة إلى تخوفات من خصومات البنوك من مرتبات الموظفين ناهيك عن مخاوف أخرى تتعلق بسهولة الاستلام خاصة في حالة عذر حضور الموظف بنفسه إلى البنك وهي مخاوف معقولة يتوجب على الحكومة الجلوس مع ممثل الموظفين لوضع الحلول والمعالجات المناسبة لها توقعت منظمة الأغذية والزراعة الفاو حدوث سيول مفاجئة في بعض المناطق في اليمن خلال الأيام المقبلة الأمر الذي سيؤثر على حياة أكثر من ستة آلاف شخص أوضحت أنه على الرغم من التوقعات بالخفاض كبير في مستوى الأمطار إلا أنه سيستمر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الغربية من البلاد حتى نهاية سبتمبر ومن المحتمل أن تتسبب هذه الأمطار أيضا في السيول المفاجئة قد تؤثر على نحو ستة آلاف وخمسمائة شخص وتشير المنظمة إلى أن السيول والأمطار الغزيرة المتوقعة قد تحدث في حوض وادي زبيد الذي يشمل محافظة تائب والحديدة ويعيش فيه نحو أربعة آلاف شخص بمناطق منخفضة تتقر إلى تصريف جيد بالسيول سجرة النشرة فيها بعد الفاصل حول الكارثة في درنة ديبيا يرفع عذاب الضحايا وأمل يخرج تحت الأنفاق حرقنا للتنديد بسياسة التقويع التي تمارس ضد الموظف والمواطن الأسوأ أولاً لنريد أن نعرف من الحكومة اليمنية أين نوقد نحن على الخارطة بالنسبة للرواتب طالب راتب يكفينا ذاتياً نوفر حق موصلاتنا حق وقتنا عشان نبدل ونعطي وقتنا مسؤولية كبيرة نحن علينا طلاب للمدارس نحن علينا مواد إذاعية نحن علينا إجارات نحن نحن يطالب من رواتبنا اتقوا الله اتقوا الله ويستحوا على أنفسكم لا زيادة واستخطاع كل شيء أي طلم هذا أي فساد في المنكوبة ليبيا نجحت فرق الإنقاذ العربية والأجنبية الموجودة في مدينة درنة في إنقاذ عشرات الأشخاص من تحت الأنقاض ذلك بعد مرور نحو أربعة أيام من على العاصفة دانيال التي حاصرت مياهها الضحايا تحت المباني المنهارة وضحت الأطقم الطبية المشاركة في الإنقاذ من ليبيا أن حصر أعداد الذين تمكنت قوات الإغاثة من إنقاذهم أحيى أمر مستحيل في الوقت الراهم لافتني إلى أن فرق الإنقاذ المتوافدة من خارج البلاد تعمل في أكثر من جهة في المدينة يدا بيد مع أبناء القوات المسلحة الليبية وكشف مصدر طبي أن السلطات الليبية تفكر في إخلاء درنة بالكامل وقطع الطريق أمام دخول فرق المتطوعين وتعلت الأصوات المطالبة بالتحقيق ومحاسبة المقصرين الذين لم يأبهوا لتداعي السدود في المدينة المنكوبة التي محيت أرجاء واسعة منها يأتي ذلك في ظل تواصل صيحات غضب وثقتها مقاطع مصورة انتشرت خلال الأيام الماضية وتعيش مدينة درنة شرق ليبيا فاجعة تتعمق يوما عن آخر حيث انفصل شرق المدينة عن غربها بعد انهيار الجسور الرابطة بينهما فيما مخاوف من انتشار الأوبئة بسبب الجثة المطمورة بأعداد كبيرة تحت الأنقاض في المياه وتتواصل جهود الإنقاذ والمساعدات الدولية درنة مأساة وكارثة إنسانية خلفت مآسي وجراح لدى الليبيين لا تنتمل بين ليلة وضحاها تغير المشهد والحال شرق ليبيا بعد ان داهمت العاصفة دانييل مدن الجبل الأخضر كارثة مروعة لم تشهد البلاد لها مثيلا مقارنة بحجم الدمار والضحايا وكانت أشد فصول هذه المأساة فتكا وإيلاما في مدينة درنة التي انهار فيها سدان واختفى ثلث المدينة بالكامل الضرر الهائل نتج بحسب خبراء عن عاملين أساسيين كمية الأمطار 200 ملي متر في يوم واحد مقابل 200 ملي متر تسقط خلال عام على مدينة درنة مشاهد الكارثة رسمت صورا عن الخوف والرعب الذي عايشه الليبيون وكيف داهمتهم السيول من كل مكان وغمرت بيوتهم واختطفت أحبتهم أمام أعينهم من بين هذه المآسي الكثيرة والكبيرة وفات عائلات بأكملها وشاب يودع والدته التي راحت ضحية هذه العاصفة ومقابر جماعية يدفن فيها آلاف الأشخاص بمدينة درنة إحدى عشرة ألف ضحية قابلة للزيادة أوقعتها العاصفة والسيل المندفع إلى البحر بقوة تدمير لا يمكن تخيلها جارفا كلما في طريقه من بشر وشجر وحجر حتى أنه أخذ مبان كاملة بينها عمارات ضخمة بسكانها إلى مياه المتوسط رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي قال إن عدد القتلى في المدينة قد يصل إلى ما بين ثمانية عشر وعشرين ألفا استنادا إلى عدد المناطق المدمرة وضع مأساوي وتحديات صعبة تبين حجم تعقيدات المشهد التي تواجهها مهمة الإنقاذ فعمليات البحث والإنقاذ متواصلة على قدم وساق ليلا ونهارا في مدينة درنة وبعض مدن الجبل البيضاء والمخيل وسوسة وشحات التي نالها قسط من الفاجعة التي آلمت بمدينة درنة على أمل الحصول على ناجين ودفن ضحايا الإعصار المدمر في السودان فجرت تصريحات قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوغلو الملقب بحميد تي ليلا قنبلة من العيال التقيل فقد هدد بتشكيل حكومة موازية في الخرطوم والمناطق التي تسيطر عليها قواته مقابل أخرى للجيش ما أثار موجة قلق بين العديد من السودانيين السياسيين ومواطنين عاديين من احتمال تقسيم البلاد وذكروا بسيناريو ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سنوات حيث تتقاسم السلطة حكومتان واحدة في طرابلس وأخرى شرق البلاد ما دفع الناطق باسم المجلس المركزي بقوى الحرية والتغيير جعفر حسن إلى التأكيد أن الأمر خطير ويعني تقسيما فعليا للبلاد وناشدوا الطرفين بوقف أي خطوات كهذه والاتجاه فورا نحو الحوار في منبر جدة لوقف إطلاق النار في الأراضي العربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية فتاتين من منطقة باب العمود في القدس المحتلة وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاتين رؤى عجاج ورشا شقير بعد احتجازهما وتفتيشهما في النقطة العسكرية المقامة عند باب العمود واعتقلت اليوم الجمعة ثلاثة مواطنين من بلدة أبوديس شرق القدس المحتلة يأتي ذلك في وقت توافدت فيه أعداد كبيرة من المصلين لأداء صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى المبارك لإفشال مخططات المستوطنين ومساعد تهويد المستمرة بحق المسجد ومدينة القدس إضافة إلى دعم المقدسيين والمرابطين الذين يتعرضون لمضايقات متكررة من جيش الاحتلال جهة ثانية أدى آلاف المستوطنين اليوم الجمعة تقوسا وأصروات تلمودية عند حائط البراق الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة وأغلقت قوات الاحتلال شوارع في مدينة القدس استعدادا لما يسمى رأس السنة العبرية في الصراع الروسي الغربي استخدمت أوكرانيا طائرات بدون طيار وصواريخ لإسقاط نظام دفاع جوي روسي متطور تبلغ قيمته مئات الملايين من الدولارات وتم تدمير نظام الدفاع الجوي S400 المتقدم في عملية مشتركة بين جهاز الأمن الأوكراني والبحرية حسب ما ذكرت بي بي سي وارويترز نقلا عن مصادر استخباراتية أوكرانية وتم تنسيق الهجوم قبالة ساحل إباتوريا غرب شبه جزيرة القرم من خلال استخدام طائرات بدون طيار وصواريخ نبتون المحلية وفقا لما كتبه أنتون جيراشينكو وهو مسؤول أوكرانيون على تيلوغرام بالعودة إلى أخبارنا المحلية في عدن أقر مجلس القضاء الأعلى رفع تعليق اجتماعاته عاقب الموافقة على إدراج موازنة السلطة القضائية للعام القادم 2024 استئناف العمل في المحاكم والنيابات بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى في عدن إنهاء الإضراب واستئناف نشاطه الإعلان أعقب اجتماعا لمجلس القضاء مع رئيس المجلس الرئاسي أفضى إلى اعتماد موازنة القضاء رقما واحدا بدءا من العام المقبل 2024 في أول اجتماع له أقر مجلس القضاء الأعلى حركة قضائية واسعة في عدد من المحافظات وفي مقدمتها تعز وشبوى شملت تعينات قضاة في المحاكم والنيابات وقضاة الاستئناف إعلان مجلس القضاء استئناف أعماله جاء بعد أن نفذ عدد من منتسبي السلطة القضائية وقفات احتجاجية في محافظة عدد للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم المشروعة في تسوية أوضاعهم بما يتناسب مع الوضع المتدهور للعملة الوطنية وجنون الأسعار ليبقى التساؤل أما إذا كانت الموازنة المقررة للعام القادم ستشمل مطالب الموظفين الإداريين في السلطة القضائية وهو حق يأمل جميع موظف الدولة بتحقيقه في ظل تدهور غير المسبوق للأوضاع المعيشية وصرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وكانت مدينة عدن شهدت وقفات احتجاجية دعت إليها نقابة موظف السلطة القضائية الإداريين بعد أن تقطعت بالموظفين السبل وضعت الحقوق في دور العدالة حسب تعبيرهم حيث أكدوا في بيان أن الإضراب لم يأتي عبثاً بل جاء بعد منح مجلس القضاء الأعلى المساحة الزمنية الكافية للإصلاح وتنفيذ ولو جزء يسير من مطالبهم واعتبر المحتجون تلك الوقفات رسالة مبكرة لمجلس القضاء يقدمها الموظفون والإداريون المطالبون بتسوية أوضاعهم والنظر الجاد والمسؤول في مطالبهم كما هو حال باقي موظف الدولة الذين يكابدون مرارة الفاقة والحرمان من أبسط الحقوق في ظل الأوضاع المعيشية المتداهرة بسبب الحرب والإنهيار التاريخي للعملة الوطنية وضعف الراتب في تلبية الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة والعيش الكريم وفي الحديدة اختتمت الدورة التأهيلية الأولى للدراما في مجال الكتاب والسيناريو بمشاركة ثمانين متدربا ومتدربة من مديريتي حيس والخوخة هدفت الدورة التي استمرت عشرة أيام تأهيل كوادر شبابية وتطوير قدراتهم ليصبحوا كتابا محترفين من خلال باقي الدورات التي يعتزم مكتب الثقافة إقامتها خلال الفترة القادمة ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة هذه الدورة تعتبر من التخصصات النادرة جدا لم أكن أتوقع هذا الإقبال ولكن أفوقنا بحشود كبيرة عن التوافد على الدورة واضطرنا أن نجعل من الدورة دورتين في مديرية حيس وفي مديرية الخوخة هذه الدورة تهدف لحراك ثقافي درامي تخصصي في هذا المجال ندرة في الكتاب ندرة الكتاب جعلنا نقيم هذه الدورة لوضع أرضية خصبة لأي أعمال ثقافية درامية إعلامية في المستقبل نحن إحدى طلاب دورة الدراما في مجال الكتاب والسيناريو طبعا نشكر مكتب الثقافة بمحافظة الحديدة على هذه المبادرة الجميلة جدا التي هي لتنشع جيل شباب مثقف وعي كيف يكتب سيناريو وكيف يكون قصة وكيف أيضا يتعامل مع الدراما المسرحية والمسرح أيضا نتمنى أن نكون طاقم عمل له مخرجات أيضا وله مسلسلات وله أدة أفلام في محافظة الحديدة ولقد أتاح لنا فرصة كبيرة أن نحن نتعلم وتكون فرصة لنا كيف نعرف أن نألف قصة ورواية وهذا الشيء كان ليس موجود أبدا داخل حيث نشكر المعنيين بما نساهم في هذه الدورة وإنقاذها وعلى رأسهم الأستاذ سعد سليكة والمحافظة الحسن الطاهر ولإتاحتهم الفرصة هذه لنا وإن شاء الله نتقدم ونستهر ونصبح من تأليف القصص والرواية ونكون كاتبين بإذن الله في شبوه يعتبر تشييد العمارة الطينية بأنماطها الفنية والهندسية المختلفة الأقدم استخداما في المباني داخل المحافظة حيث تمتد جذورها التاريخية إلى حقب زمنية تعود لعهد ممالك أوسان وقتبان وحضر موت وقد ازدهرت في القرون الثلاثة الأخيرة خصوصا في المدينيات الشرقية والجنوبية للمحافظة تشكل العمارة الطينية في محافظة شبوه جزءا من التراث الشعبي المتجذر في التاريخ حتى باتت تحمل ملامح وبصمات البيئة والهوية الثقافية للمجتمع المحلي العمارة الطينية وهي الطابع المعماري الأهم والأشهر والأقلب تواجدا في مناطق المحافظة نبدأ بالعمارة الطينية وهي مثل ما أشرت الأقلب استخداما في المحافظة وهذا النوع المعماري يعتبر أقدم فن معماري تم استخداده في المحافظة وعرفه الإنسان على هذه الأرض ويعود تاريخها إلى أحد الممالك القديمة ونتحدث هنا عن قتبان وعن أوسان ويعتبر تشهيد العمارة الطينية بأنماطها الفنية والهندسية المتعددة هي الأقدم استخداما في المباني داخل المحافظة وقد أزدهرت في القرون الثلاثة الأخيرة وخصوصا في المديريات الجنوبية والتي ما زالت منتشرة فيها وتقف شواهد حية منذ مئة السنين وحتى اليوم وللعمارة الطينية أنماط وأشكال هندسية وفنية عديدة منها ما يحتوي على أكثر من سبعة طوابق كما يتم إدخال بعض اللمسات الفنية التي تضفي عليها المناظر الجمالية الجذابة وتمتاز المباني الطينية بقدرتها على مقاومة عوامل التعرية لفترة زمنية طويلة فضلا عن ملاءمتها للأجواء والطقوس المتقلبة خلال مواسم السنة العمارة الطينية تتلاءم مع بيئة هذه الأرض حيث أن منطقها في الصيف تكون حارة وفي الشتاء تكون أيضا منطقة باردة فالطبيعة المبنى الطيني يتكيف مع الأجواء الحارة وأيضا يتكيف مع الأجواء الباردة لهذا فضله الإنسان منذ الغدام لكن ما يميز من سلبيات المباني الطينية هي انهيارها أو تهالكها السريع في حالة تم إهمالها أو قاب عنها الإنسان لفترة ورغم القيمة التاريخية والأهمية الثقافية للعمارة الطينية إلا أن هذا النوع من التراث الأصيل يواجه خطر الاندثاري والطمسي في ظل الإقبال على استخدام مواد البناء والعمار الحديثة نتيجة تاجه الوغياب شبه تام للدور الرسمي أو المجتمعي للحفاظ على هذا الطابع الفني والمعماري المتميز والذي يعد من أبرز وأقدم الفنون المعمارية في محافظة شبوة زبين عطية اليمن اليوم محافظة شبوة لقاءنا في الثالث على خير في أمان الله اشتركوا في القناة